بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سرط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما انظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نعيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا مشحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا أعمان من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجو أنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مختدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة لي لإذن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أحلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره ومعملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد ترناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلي ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين عيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مرضين وإذا قيل لهم أنفئوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعب من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذهم وهم يخزمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجذاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزرن إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكلون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكينون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعمون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون فلم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سرعة مستقيم ولقد أغضل منكم جفلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم إما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأتلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محضرون فلا يعزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من مطقة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مسله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون حسنًا 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 بالنسبة لهم ترجمة نانسي قنقر